الجزائر عرفت ظهور بعد الطوائف تعدد الإديولوجية الدينية من التشيع إلى الأحمدية طائفة الأحمدية التي ظهرت مؤخرا خاصة في شرق الوطن بولاية سكيكتا لو نتعرف عن هذه الطائفة طائفة الأحمدية خاصة بعد برزها في الوطن أعتقد أن هذا الموضوع في الحقيقة الشيع النزاعات الشاذة عن الإسلام والخارج عن النظام الموحد لموارسة دينية في الجزائر بدأت تثير القلق وهدفها في الحقيقة تفكيك التماسك الديني والتماسك الوطني لأن الشعب الجزائري كما قال الشيخ عبد الحميد البديش شعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتج هذا هو شعب الجزائري يعني هذه الوحدة الوطنية لتتمثل في الإسلام وفي الثقافة الإسلامية أو الثقافة العربية بصفة عامة هذه الوحدة هي مصدر قوة الشعب الجزائري هي سر قوة على الشعب الجزائري الناس الذين لا يريدون خير للمجتمع الجزائري أو يريدون أن يجدوا لأنفسهم موطئة قدم في المجتمع الجزائري طبعاً يسعون من الشرق ومن الغرب يريدون أن يجدوا لأنفسهم صدى في المجتمع الجزائري وأعتقد أنه بالنسبة للإسلام المجتمع الجزائري لم يكن يعرف سيرها نعم كان عندنا مذاب إسلام عندنا مثل مذاب الحنفي تخل مع الأتراك عندنا مثل مذاب الإباضي وهو موجود في الجزائر من الأساس يعني من عهد الرسطوميين وهو موجود في الجزائر أول دولة تكون في الجزائر 132 للهجرة تكونت في الجزائر وهي دولة إباضية إذن المذاب الإباضي موجود ولم يكن هناك سراح وإنما كان هناك تعاون وتفاهم حتى أن الإباضيين كان لهم في عهد العثمانيين كان لهم أوقاف هنا في الجزائر العاصمة والجزائرين كانوا بينهم انسجام تاما في الممارسة الدينية طبعا بعد الاستقلال كان عندنا حركات أولا كان عندنا بسبب التعليم نشر التعليم كان لازم نستعين بمعلمين من كل بلاد وخاصة إذا كانوا من بلاد العربية وبلاد الإسلامية كانوا جاءوا بأفكار وزروا أفكار كذلك كان عندنا ملتقية الفكر الإسلامي كانوا يجيون علماء ويجيبوا أفكار وكانوا يستقبلهم الطلبة في الجامعة وكانوا يتصلون بالطلبة في الجامعة وكانوا أحيانا يستقدمون بعض الطلبة إلى جامعاتهم يدرسون ويزودون بأفكار ونشأت عندنا هذه الحركة التي تخرج عن النظام الديني الذي كان موجود في الجزائر وهو النظام القائم على المذهب الملكي من ناحية العملية هذا اللي سموهم أنفسهم هما السلفية إذن السلفية أحدثت تغرى غيرت غيرت الممارسة الدينية في الجزائر طيب في التصريح سابق تهمتم طيار السلفي ببث الشيقاق بين المذهب الملكي والحنفي في الجزائر لم أقل بث الشيقاق وإنما قلت أحدث تغيير في الممارسة الدينية في الممارسة كيف أن نصلي كيف أن نزكي حتى ندعى مفهوم صحيح لطيار السلفي يعني يعني هذا الأحدث طيار السلفي عرفهم الشيخ الغزالي رحمه الله يعني الحنبير المذهب الحنبالي المذهب الحنبالي لم يأتي ليعايش وليتعايش كما جاء المذهب الحنبي يتعايش مع المذهب الملكي وجاء الأحنب لم يكنوا جزائريين وإنما كانوا أحنف كانوا أصلهم أتراك وجاءوا لهنا وعاشوا مع الملكيين بدون خلاف لكن المذهب الحنبالي أدخله جزائريون تعلموا في المشرق وأدخلوا المذهب الحنبالي وهم يريدون أن يلغوا لأن المذهب الحنبالي مثلا في الحجاز ألغى مذهب الأخرى لم يعد هناك في الحجاز مذهب مالكي ولا حنافي ولا شافيحي وإنما ينوجد إلى المذهب الحنبالي يريدون أن يفعلوا في الجزائر لا يفعل في الحجاز بأن يلغوا كذلك المذهب الموجودة في القبل وأن لا يكون هناك إلا مذهب واحد وهو المذهب الحنبالي وهذا طبعا حدث كما قلت اهتزاز فالجزائريون كان شباب يقول لك كان والدي يصلي بطريقة وهذا قالوا لطريقة التي يصلي بها والدك ليس طريقة صحيحة كيف أنه إذن جعلوا هناك شك في الممارسة الدينية لما جعلوا شك في الممارسة الدينية ولا أحدخرين كذلك هذو اللي تكلمين تي الشيعة قالوا مدام هناك ثغارات دخلوا كذلك هم لو كاننا بقينا على حفظين على الوحدة الدينية والممارسة الدينية كما كنا عليهم من قبل لما كان لهذه الشيعة ولا لهذه النحل أن تجد لها موطئة قدمي في الجزائر طيب هذا فيما يخص التيار السلفي الذي تحدثت عنه من قبل طيب ما رأيك في الأحزاب الإسلامية الآن أحزاب الإسلامية وتوجده في الجزائر سمحي لي الأحزاب الإسلامية هذا مواخر سمور واحد أحزاب الإسلامية وإلا الجزائرين كل مسلمين أنا مثلا لا أرى بأن هناك هناك يكون حزب إسلامي لأن الحزب الإسلامي ولي موش في الحزب موش مسلم ما نش فهم يعني شوية التسمية هذه في حدتها فيها يعني نوع من أن نستطيع أن نقول أنا لا أرى بأن نقول هذا حزب إسلامي نحن كلنا مسلمون وإنما هذا حزب له رأي في تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية في الجزائر هذا موقف سياسي وهذا لا لغبرة عليه يعني من حقه أن هناك حزب وحزب وحزب وكل واحد يعطي رأيه في كيفية تنظيم الدولة الجزائرية وفي كيفية تنظيم المجتمع الجزائري وفي كيفية خدمة المجتمع الجزائري وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أهلا بالأحزاب المعارضة هي من تلقى بالأحزاب الإسلامية لا حزب المعارضة ميش كلها الإسلامية لكن أغلبها هي الأحزاب الإسلامية كان حزب في المعارضة السياسية عندنا في الجزائر كان عندنا حزاب سياسي إسلامية وكان حزب أخرى ميش إسلامية ولكن كل موجهة في المعارضة المعارضة موجودة ومعترف بها الدستور وشيء يعني إيجابي وموجود ولأن المعارضة هي التي تحدد Produk هي التي تلفت الانتباه هي التي تريد تصحيح الأخطاء إلى آخر وهذا شيء طبيعي طيب نتحدث عن علاقة المجلس الإسلامي الأعلى بوزارة الشؤون الدينية علاقتكم مع وزارة شؤون الدينية كيف يتم التعامل والتعاون بينكم وبين وزارة شؤون الدينية نقول لك العلاقة لها عاملان يعني عاملان العلاقة الدستورية والعلاقة القانونية موجودة ومنصوص عليها في القانون ومنصوص عليها في المرسوم الرئاسي لنظم المجلس الإسلامي الأعلى هذا من ناحية ولكن أهم من هذا العلاقة بين العاملين العلاقة بين العاملين في المجلس الإسلامي الأعلى والعلاقة بين العاملين في وزارة شؤون الدينية وهذا هو الأهم وهنا نحن نؤسس مع صديقي وزميلي مع الوزير شؤون الدينية والأوقاف نؤسس إن شاء الله تعاون وثيق جدا سيكون له أثره الإيجابي على الممارسة الدينية في الجزائر إن شاء الله